تاخد هدية النهاردة؟ طيب يلا اتفعوا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اتدفع عندنا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مش ما يعني النهاردة اللي قول تدفع يا عم الشيخ لاني دايما نقول للناس كده ما تتصدقوا يا أخوانه فقول لك انت ما واركش إلا الفلوس هو أنت يعني من الشيخ كل شوية تقول لنا هاته فلوس عشان كده اوعى في هدية النهاردة تفتكر ان كل الصدقة فلوس النهاردة بقى الهدية للمساكن اللي زحلاتي للفؤر اللي زي حالاتي للناس اللي مرتبهم بتأخروا ما أبضوش مثلا ولا حاجة ولا الناس التعبنين ولا الناس البخلا اللي زي حالاتي ولا الناس اللي ما تملكش النهاية تتصدق كل يوم ابن حبان في صحيحه والسند فيه كلام للأمانة العلمية بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه بيقول إيه اسمع النبي دي هدية النهاردة أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة ما عنده مش فلوس بخيل مرتبهم بتأخر قولي اللي انت عايزه فليقل في دعائه اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة يلا عايز تزكي يلا عايز تصلي يلا عايز تتصدق اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بيقول لو حضرتك بخيل أو ما عندكش فلوس أو ما عندكش صدق وعايز تتزكي أو تصدق أو تتصدق اللي عليك تقول اللهم في دعائك طبعا اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة سيدنا عبادة ابن الصامت رضوان الله عليه وارضا بيقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة الله أكبر إيه الجمال ده ده أنا مش عايز حاجة إلا أول مصحة أستغفر الله العظيم لكل مسلم ولكل مؤسلمة ولكل مؤمن ولكل مؤمنة يكتب لي بعدادهم حسنات اللهم صلي على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأنا زكيت شفت هدية النهاردة جميلة إزاي وتوفى لك إزاي اشتركوا في القناة